لو تحدثنا عن هدفكم الرئيسي من خلال هذا المشروع حقيقة عندما أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية هذا المشروع في عام 1403 كانت تستهدي في جملة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها ومن ذلك الوقت المشروع حريص على تعظيم هذه الأهداف والوصول إلى مستويات أعلى من إنجازها كان أحد هذه الأسباب الرئيسية هو التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء نسكهم أثناء تأدية فريضة الحج كذلك كان يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه اللحوم وتوجيها إلى المستحقين والحفاظ على بيئة المشاعر بيئة نظيفة خالية من ما يمكن أن يلوثها كما نعلم كيف كان يتم الأمر قبل هذا الموسم من أراد أن يحصل على هذه السندات كيف أو ما هي الطريقة للحصول عليها؟ الحقيقة حاولنا أن نجعل الحصول على السند مهمة سهلة ويسيرة على الحاج وغير الحاج من الداخل ومن الخارج لذلك فتحت مجموعة من القنوات لتسهيل الحصول على هذه السندات أحد أبرز هذه القنوات كان منصة المشروع أضاحي دوت أورغ بها تقريبا كافة القنوات المصرفية من شراء مباشر تحويل بطاقات ائتمان يستطيع من خلالها المستفيد أن يحصل على سندات الهدي والأضاحي سندات الفدية سندات العقيقة أو الصدقة كذلك لدى المشروع جملة من التعاقدات مع عدد من البنوك والمصارف التي تتيح الحصول على هذه السندات لعملاءها أو المستفيدين منها كذلك المشروع ارتبط مع عدد من المسوقين لسندات المشروع إضافة لقناة أغلقت مؤقتا وهي قنوات البيع المباشر كان لدينا تواجد في عدد من الأكشاك في عدد من المواقع الحيوية المختلفة ولكن أوقفنا هذه الآلية مع ورود الجائحة كما تعلمون واقتصرنا على قنوات البيع المصرفية والألكترونية